شهد اليوم الثاني من الحوار الوطني المناقشة النهائية للمدة الثامنة عشرة من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء وأصفر الحوار عن تشكيل لجنتين لمناقشة المحور الاقتصادي والاجتماعي وذلك بعد مناقشة كافة نقاط المحور السياسي الذي تم التوافق عليه بين أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني التوافق كان سمة المميزة لفعاليات اليوم الثاني من الحوار الوطني الذي تستضيف الأكاديمية الوطنية للتدريب حيث شهد الاجتماع المناقشة نهائية للمادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء اللجان لتحت المحور السياسي بكل وضوح كانت لجان تختص بالمشاركة السياسية والانتخابات النيابية وتختص بالمحليات وتختص بملف حول إنسان والحقوق الحريات بشكل عام انتهينا إلى أن سيكون البداية إن شاء الله في الجلسات العملية بالملف السياسي وهناك أكثر من لجنة فرعية أو موضوع أو قضية جوه هذا الملف زي الحريات وحقوق الإنسان زي ما ينظم عمل للانتخابات والمتعلق بمباشرة حقوقه السياسية طبعا ده ملفه مهم جدا وملفه ربما البعض بيعتبره هو مفتاح لبقية المحاور وملفات وإن شاء الله نتمنى أن تكون هناك نتائج تحظى بتوافق أكبر قدر ليس فقط في مجلس الأمناء ولكن في كل المجتمع المصر إن شاء الله في يومه الثاني أسفر الحوار الوطني عن تشكيل لجنتين لمناقشة المحور الاقتصادي والاجتماعي وذلك بعد مناقشة كافة نقاط المحور السياسي الذي تم التوافق عليه بين أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني تم تشكيل لجنة للمحور الاقتصادي والاجتماعي لجنتين عشان دولة يعدوا بعض الموضوعات التي سيتم طرحها في المحوريين مناقشات كويسة وعميقة لأنه ما كانش التوافق على مواضيع الفرعية للمحور السياسي سهل يعني لأنه كان فيه آراء كثيرة عايزة نندخل مواضيع أكتر كانت فعليات أولى جلسات الحوار الوطني الذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي قد انطلقت في الخامس من يوليو الجاري بالتنصيق مع كافة طيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني وذلك بحضور عدد كبير من ممثل وسائل الإعلام المحليات والعالمية أحمد الحسيني التلفزيون المصري